موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من الجديد في اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله والصفحتين خمسة عشر وستة عشر إذن درسنا اليوم يتعلق بعلامات الترقيم الجزء الأول وعلامات الترقيم يجب علينا تعريفها أولا يعني ما هي علامات الترقيم علامات الترقيم كالفاصلة، النقطة، الفاصلة المنقوطة، علامة الاستفهام، علامة تعجب النقطتان، نقط الحدف، القوسان، المعقوفتان، علامة التنصيص، ثم الشرطة أستكشف أوقف الأب السيارة ونزل أفراد الأسرة يتتاءبون قال الأب بمن يذكركم هذا الضريح؟ أجابت الأم إنه ضريح محمد الخامس قرأ الأب الفاتحة فقالت ليلى انظروا ما أعظم الصناع المغاربة دقة في الهندسة وإبداع في الزخرفة إذن من خلال هذه الفقرة لاحظنا بعض علامات الترقيم في جمل هذه الفقرة إذن ننتقل إلى أسئلة متعلقة بهذا النص أولاً ما الفرق بين الجملتين التاليتين أوقف الأب السيارة ونزل أفراد الأسرة يتتاءبون الجملة الثانية أوقف الأب السيارة ونزل أفراد الأسرة يتتاءبون إذن الفرق بين هذين الجملتين أن الجملة الأولى قلنا أوقف الأب السيارة ونزل يعني الأب أوقف السيارة ثم نزل أفراد الأسرة يتتاءبون في الجملة الثانية أوقف الأب السيارة الأب هو من أوقف السيارة ونزل أفراد الأسرة يتتاءبون إذن من نزل هنا في الجملة الثانية في الجملة الثانية نزل أفراد الأسرة يتتاءبون إذن كما قلنا في معنى الجملة الأولى أن الأب هو الذي أوقف السيارة ونزل أما في الجملة الثانية فالأب أوقف السيارة ولكن أفراد الأسرة نزلوا يتتائبونهم من نزلوا هذا هو الفرق إذن الفرق بالفاصلة ثانيا ما الذي ساعدني على القراءة والفهم الجيدين إذن الذي ساعدني على القراءة والفهم الجيدين لهاتين الجملتين هي علامة الترقيم الفاصلة الفاصلة هنا ساعدتني على أن أفهم الجملة الأولى بأن الأب هو الذي أوقف السيارة ونزل والجملة الثانية الذين نزلوهم أفراد الأسرة يتتائبون ثالثا بماذا تفيدني علامات الترقيم في الجمل الآتية إذن هنا علامة الترقيم في الجمل الأولى ما أعظم الصناع المغاربة إذن من خلال هذه الجملة أفهم منها التعجب والتأثر التعجب هذه علامة الترقيم نسميها بعلامة التعجب والجملة الثانية بمن يذكركم هذا الضريح؟ إذن هذا استفهام أو تساؤل وهنا هذه علامة الترقيم نسميها بعلامة الاستفهام إذن هنا تفيدني هذه العلامة بالاستفهام بالنسبة للجملة الثالثة قالت انظروا قالت هنا نقطتين ثم معقوفتين نفتح المعقوفتين انظروا وعلامة التعجب ثم نقفل المعقوفتين إذن هنا تفيدني بالقول والتفسير استنتج تساعدني علامات الترقيم على القراءة والفهم الجيدين إذن كما لاحظنا وصبق وقلنا أيضا أن علامة الترقيم تساعدنا على الفهم وإتمام المعنى تفصل الفاصلة بين جملتين قصيرتين يعني الفاصلة تكون بين جملتين قصيرتين لهذا أتوقف قليلا عندها عند الفاصلة نتوقف قليلا وأتوقف طويلا عند النقطة لأنها تقع في آخر جملة تامة المعنى يعني ينتهي الكلام وتكون المعنى تامة يكون الكلام مفهوم وأرفع صوتي عند علامة الاستفهام أين محفظتي؟ يعني هنا صوتنا يرتفع في علامة الاستفهام نقول وأرفع صوتي عند علامة الاستفهام يعني هنا مثلا أين محفظتي؟ إذن هنا يتبين لنا الصوت مرتفعا أين محفظتي علامة الاستفهام؟ هذه علامة علامة الترقيم نسميها علامة الاستفهام وأنفعل عند علامة التعجب والتأثر وهي علامة التعجب ما أجمل علامة وطني؟ يعني ننفعل ونتأثر عندما نقول مثلا هنا ما أجمل علامة وطني؟ نضعون علامة التعجب يعني يبدو علينا علامة التعجب وتأثر في وجوهنا هذا رائع هذا رائع وعلامة التعجب هنا كذلك أما ما يوجد بين مزدوجتين مثلا هنا مزدوجتين فهو قول شخص معين يعني ما يقوله بعض الأشخاص المعينين كتب مراد هذه الفقرة إلا أنه نسي بعض علامات الترقيم أكتب ما نسيه مراد ثم أقرأه إذن في هذه الفقرة طلب منا أن نكتب بعض علامات ترقيم التي نسيها مراد قدمت الجدة إنها بشوشة كالعادة قبلتها وقلت ما أمتع ألغازك يا جدتي إذن ما أمتع هنا يبدو علينا التأثر والتعجب إذن نضع هنا علامة التعجب هل لديك اليوم ألغاز جديدة؟ إذن هنا نتسائل وصوتنا مرتفع هل لديك اليوم ألغاز جديدة؟ إذن هذه علامة الاستفهام علامة نضع هنا علامة الاستفهام قالت أنت تقرأ وتكتب فهل تعرف الذي يكتب ولا يقرأ؟ كذلك هنا تتساءل وتستفهم عن الذي يكتب ولا يقرأ فهل تعرف الذي يكتب ولا يقرأ؟ إذن هنا نضع علامة الاستفهام فكرت مليا ثم قلت إذن هنا نقطتين قلت نفتح المعقوفتين ما أصعب هذا اللغزة هنا التعجب فجميع الذين يكتبون يعرفون القراءة إذن هنا تقفل المعقوفتين ضحكت طويلا وقالت ألم تتوصل إلى الجواب؟ هنا تساؤل ألم أو استفهام؟ ألم تتوصل إلى الجواب؟ إذن علامة استفهام إنه القلم القلم يكتب ولا يقرأ ثم نقفل المعقوفة هنا الفاصلة إذن نعيد قراءة هذه الفقرة قدمت الجدة إنها بشوشة كالعادة قبلتها وقلت ما أمتع ألغازك يا جدتي؟ هل لديك اليوم ألغاز جديدة؟ قالت أنت تقرأ وتكتب فهل تعرف الذي يكتب ولا يقرأ؟ فكرت مليا ثم قلت ما أصعب هذا اللوزة فجميع الذين يكتبون يعرفون القراءة ضحكت طويلا وقالت ألم تتوصل إلى الجواب؟ إنه القلم القلم يكتب ولا يقرأ الآن ننتقل إلى الصفحة السادس عشر والتطبيقات الكتابية أولا أقرأ النص وأضيف إليه ما نسيته مريم من علامات الترقيم عندنا هنا النقطة الفاصلة علامة الاستفام علامة تعجب النقطتين ثم المعقوفتين إذن لنقرأ هذه الفقرة أو هذا النص تصفح خالد كتبه إذن هنا الفاصلة إلى أن حصل على ما كان يبحث عنه فصاح ما أعظم المغاربة هنا التعجب والتأثر علامة تعجب سألته أمي ما بك يا خالد؟ لماذا تصرخ هكذا؟ إذن هنا علامة الاستفام هنا يستفسر تستفسر الأم وتتساءل هنا لماذا تصرخ هكذا؟ تقول لخالد لماذا تصرخ هكذا؟ إذا علامة الاستفام فقال نضع نقطتين ثم نفتح المعقوفتين ابن بطوطة ترى حالة شهير هنا فاصلة يعني الفاصلة تفصل بين الجملتين القسرتين وطارق ابن زياد فاتح عظيم كذلك فاصلة نفصل بين ابن بطوطة وطارق ثم الشريف إدريسي والشريف الإدريسي يستبتل جغرافي مقتدر بهؤلاء يا أمي سأفاجئ زملاء غذا إذن نقفل المعقوفتين إذن نعيد قراءة هذا النص تصفح خالد كتبه إلى أن حصل على ما كان يبحث عنه فصاح ما أعظم المغاربة سألته أمي ما بك يا خالد لماذا تصرخ هكذا؟ فقال ابن بطوطة رحالة شهير وطارق ابن زياد فاتح عظيم والشريف الإدريسي السبت جغرافي مقتدر بهؤلاء يا أمي سأفاجئ زملاء بهؤلاء يا أمي سأفاجئ زملائي غدا إذن نذهب إلى الأسئلة المتعلقة بهذا النص ثانيا ما القرابة التي تجمع بين خالد وكاتب الفقر أو كاتبتها ما الدليل على ذلك؟ إذن جواب هنا هما أخوين والدليل وسألته أمي إذن هنا كاتبة النص هي مريم ومريم هنا من خلال من خلال كلامي هنا قالت سألته أمي يعني مريم هي أخت خالد إذن القرابة التي تجمع بينهما هي الأخوة هما أخوين والدليل هنا سألته أمي ثالثا أشرح كلمتي تصفحة ومقتدر باعتماد عائلتي الكلمتين إذن عائلة كلمة تصفحة صفحات تصفح متصفح متصفح ومقتدر اقتدار مقتدر اقتدر مقتدرات وشرح تصفحة يتصفح أوراق الكتاب أي يقلب أوراق الكتاب أما للشرح مقتدر فتعني عظيم ومتمكن رابعا أستخرج من النص جملة مفيدة تبتدئ باسم وأخرى تبتدئ بفعل إذن من خلال نص عندنا العديد من الجمل التي تبتدئ باسم والتي تبتدئ بفعل من ضمنها مثلا تصفح خالد كتبه حصل على ما كان يبحث عنه صاح ما أعظم المغاربة سألته أمه بالنسبة للجمل التي تبتدئ باسم عندنا ابن بطوطر حالة شهير طارق ابن زياد فاتح عظيم الشريف إدريس السبت الجغرافي مقتدر يعني كل هذه تبتدئ باسم إذن هنا اخترنا جملة مفيدة تبتدئ باسم ابن بطوطر حالة شهير ثم جملة مفيدة تبتدئ بفعل تصفح خالد كتبه السؤال الخامس أسوغ من الكلمات الآتية جملة مفيدة تبتدئ بفعل عندنا هنا الباء علماء الفتاة تعتز هنا بلادها إذن من خلال هذه الكلمات نصه جملة مفيدة والجملة المفيدة هي تعتز الفتاة بعلماء بلادها تعتز الفتاة بعلماء بلادها سادساً أشكر الكلمات غير المشكولة بالنص ولقد شكلناها سابعاً أملأ الجدول بتلاتة أسماء وتلاتة أفعال وتلاتة أحرف من النص إذن من خلال النص بالنسبة للأفعال هناك تصفح حصل صاحة تصفح حصل صاحة والأسماء من خلال النص كذلك عندنا اخترنا خالد المغاربة طارق خالد المغاربة ثم طارق بن زياد وبالنسبة للأحرف عندنا إلى إذن ننتقل إلى تسلية أقرأ النص ارتكب الحمار خطأ فحكم عليه الأسد بما يلي العفو مستحيل يرسل إلى السجن ولما وصل الثعلب بالحمار إلى باب السجن أخذ الورقة وغير مكان النقطة فصار الحكم هو العفو مستحيل يرسل إلى السجن سلم الورقة والحمار إلى السجان فأطلق صراحه وهكذا نجى الحمار من السجن بتغيير مكان نقطة أولا من خلال هذا النص يتبين لنا أهمية علامات ترقييم وكيف نفهم بها عن طريقها الجمل والكلمات والمقصود من الكلام إذن بالنسبة للأسئلة المرافقة لهذا النص أشرح السجان مستحيل العفو والسؤال الآخر لماذا أطلق السجان صراحة الحمار؟ إذن بالنسبة لشرح السجان وحارس السجن مستحيل متعضر غير ممكن العفو الصفح عدم معاقبة أطلق السجان صراحة الحمار لأنه ظن أن الحكم هو العفو مستحيل يرسل إلى السجن أقارن الجملتين المكتوبتين بلون أحمر التشابه والاختلاف إذن التشابه في الجملتين المكتوبتين بلون أحمر في الكلمات فقط وهناك اختلاف كبير في المعنى سؤال موالي أبدي رأيي في سلوك التعلب التعلب ماكر بطبعه وقد كان ذكيا بهذا التصرف حيث جعل الحكم يتغير بتغييره للنقطة وتغير لصالح الحمار إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة